السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما هي البوابات النجمية أو البوابات البعدية كثيرا ما تستوقفنا هذه العبارة وتحرك داخلنا ازدواجية الشك واليقين فعندما نقرأ نصدق وعندما ننظر حولنا نكذب ونشك هذا الموضوع ليس للسرد أو التسويق وهو واقع ملموس للبعض قبل أن ندخل بهذا الموضوع علينا أن نفهم بعض الأمور المهمة منها ما هو البعد وما هي هذه البوابة النجمية ولماذا أطلق عليها نجمية هل الزمان والمكان بوابات من صنع تلك البوابات وإن تقع تلك البوابات كيف تنتقل الأشياء والمخلوقات عبر هذه البوابات هل يمكن للإنسان أن ينتقل عبرها وكيف يتم ذلك هل يعود من يعبر منها إلى عالمنا مرة أخرى أم يحتجز داخلها دون رجعة ما علاقة الجان بتلك البوابات هل يعبر من تلك البوابات سكان العوالم الأخرى هل نجح سكان العوالم الأخرى في الوصول إلينا عبر تلك البوابات هذه التساؤلات قد تبدو غريبة لكنها مهمة وممكنة من الناحية النظرية والفيزيائية وحتى العملية أولا وقبل الدخول بهذا الموضوع علينا أن نفهم أن ما سنتكلم عليه ليس ضربا من الخيال وليس أساطير بل هي حقائق دامغة والدليل عليها البرضيات والواحي الطين التي وثقت لنا كل شيء بالإضافة إلى ما أوردته كتب التاريخ والدراسات العلمية قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قال عفيت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رأاه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم هذه الآية تعتبر إحدى أكثر الآيات تناولا في مجال الصفر عبر الزمكان والانتقال الآني نأتي للتعرف على هذه البوابات البوابات النجمية عبارة عن طي لنسيج الزمكان بالفضاء وفتح فتحتين متلاصقتين في آن واحد منها ما هو للأبعاد المادية ومنها ما هو للروحية تلك البوابات التي يستطيع أن ينتقل الشخص من خلالها من مكان لآخر ومن زمان إلى آخر في وقت قصير جدا وهو ما يعرف بنظرية الزمكان إنها بوابة أو فتحة بين عوالم مختلفة عالم الإنس وعالم الجان بين العالم الأرضي وباقي العوالم الأخرى لقد بات علماء الفلك في الغرب على قناعة تامة بوجود تلك البوابات التي إذا دخلنا فيها نظهر في أماكن مختلفة تماما وزمن مختلف أيضا وهذه البوابات أو المسارب عبارة عن ثقوب كونية تشبه دودة سوداء طويلة تختلف فيها موازين المكان والزمان وتعمل كبوابات نحو عوالم فضائية بعيدة ويأمل العلماء استعمالها في الصفر إلى أي مكان في الكون بطرفة عين بدلا من الصفر بالطريقة التقليدية أما الأبعاد المادية فمن هذه البوابات ما ينقلك عبر المكان فقط في خطوة واحدة ومنها ما ينقلك عبر الزمان والمكان في طرفة عين أما الأبعاد الروحية قد تنقلك إلى بوعد الخامس وهو بوعد الجن لكنها أصعب من المادية البوابات هذه يقال إنها كوصلة بين العناصر الخمسة الماء والنار والطراب والهواء والأسير ويتخذ لفتحها النور والرياح والأفضل منهما الماء لأنه الأكثر شهرة يقال بأنه لا يستطيع أي أحد فتحها بل هناك أشخاص لهم الطاقة الكافية بإذن الله لفتحها ومنهم الصوفية المسلمين وهم يتخذون تدريبات أو توجيهات خاصة ويقومون بفتحها باستخدام أوردة وأسكار خاصة به وليس الكل يفهم بها من يعرفها هم قلائل جدا وارتباطها بعالم الجن حصرا أصحاب الطاقة الداخلية كالذين يمارسون فنون القتال كالكون غفو وهم يستخدمون طاقتهم لفتحها المشعوزون وهم كسر بهذا الزمان ويستخدمون الأبعاد الروحية كالبعد الخامس وهي صعبة على البشر فنحن نضرك ثلاثة أبعاد فقط لكن الجن يعيشون في البعد الخامس لذلك يقوم المشعوزون بالتقرب إليهم ليساعدهم على فتح هذه البوابات أصحاب الطاقات الداخلية يتفوقون عليهم فهم ليسوا بحاجة إلى المخلوقات الأخرى للولوج في هذه البوابات أما كيف يتم فتح هذه البوابات وهنا تفتح البوابة البعدية بعدة طرق منها إحداث حركة طاقة الأولوبية في الأسير وهذا قد يحدث بالتقنيات العلمية كما يحدث أيضا بالقدرات الشخصية ومنها الاستعانة بمن يعرف أن يفتحها وهنا يتعرض المعنى للاستعانة بإنسي أو جني وهنا تكمن الفتنة الخير أو الشر وكيف يتم إحداث حركة الأولوبية أو سائرة في الأسير يتم التعامل مع الأسير بواسطة الطاقة الداخلية للعقل والشكرات فالطاقة هي كل شيء كما ذكرنا يتم إحداث هذا الانكماش بواسطة توليد طاقة مفاجئة قوية جدا هذه الحركة المفاجئة ستؤدي إلى حدوث خلل مؤقت تبقى لقانون التأثير المفاجئ ولازم نلاحظه عندما نستيقظ من النوم فجأة ونحن مرتعبين فيرتدي الجسد الأسيري إلى الجسد المادي بسرعة مما يؤدي إلى ألام جسدية وخوف مؤقت وغيره من مشاعر يعرفها الجميع وكذلك الماء فإن الماء عندما يكون هادئا فإنه يتعصر بالحجر أكثر مما يتعصر به عندما يكون سائرا كذلك الأسير يجب أن تحدث فيه طاقة مفاجئة وقوية جدا وبالتالي ستفتح البوابة النجمية إذن كيف يتمكن صاحب طي الأرض من أن يفتحها بسهولة؟ من أين أتت له هذه الطاقة؟ إن صفات طاوي الأرض النفسية والروحية مختلفة عنها فهو مؤهل لإحداث طاقة قوية وأيضا استقبالها والتحكم فيها لذلك هو يتحكم بالمحيط حوله وبالمكان كما أنه قابض عليه وهو ليس حكر على أحد فمن الصفية من يستخدم ورد ومن الكفرة من يستخدم تعاويز بحيث أنه عندما تذكر هذه الأوراد يتم فتح البوابة النجمية لكن ليس الجميع يستطيع فتحها فلابد أن تكون لك طاقة كافية حتى يكون لهذا الورد تأثير بهذه الطريقة حتى لو وقع هذا الورد أو الذكر السري بين يد أحدنا لن نستطيع من طي الأرض لأنه لابد له من طاقة كافية تؤهل لإحداث حركة سريعة في الأسير وهذا ما يسمى بالطاقات النفسية وهذا ما يفسر وجود الأسكار والأوراد المنتشرة هنا وهناك حول طي الأرض فهي صحيحة بلا شك ولا ريب ولكن حتى لو استخدمناها فلن نخرج بنتيجة لأن طاقات معظمنا ليست كافية للتأثير على الأسير ووعينا ليس كافي للاستقبال الأسيري وهنا يكمن السر في أنه خلال الإسقاط النجمي يكون من خلال التحكم بالمكان أو الزمان أو حتى فتح بوابة بعدية أو نجمية وذلك لأننا نستطيع التأثير على الأسير بشكل مباشر وكذلك وعينا مرتفع جدا بحيث نستقبل المعلومات بسرعة وهكذا أما خلال العالم المادي فالأمر مختلف حيث أن وعينا غير كافي وأزاننا وأعيننا مغلقة عليها أحجب وبالتالي نستطيع استقبال المعلومات ولا نعي ما يحدث من حولنا وكذلك طاقتنا قليلة جدا ولا تؤهلنا إلى الانتقال وإحداث حركات سريعة ومفاجئة الكثير منكم ولا شك يعلم أن هوليود هي عبارة عن الصرح الحديث الذي يدون فيه الماسونيين أسرارهم وعلومهم فإحدى مهام الماسونية هي تدوين الألوم والأسرار بشكل شفرات في أماكن مختلفة حول العالم وهوليود هي بوابة التحكم بأقول الناس وتدوين الأسرار الخفية ولذلك فإن موضوع الأرض المجوفة والصفر عبر الزمان والمكان ومواضيع أخرى كثيرة تجدها موجودة في هوليود ولكن الناس لا ينتبهون لها إلا بعد مرور وقت من الزمن ليس قليل بل أن هوليود بها جميع المخططات الماسونية والأفكار والنظرات المختلفة والخلاصة أن هوليود بها الكثير من الأسرار والعلوم التي اكتسبها المتنورين من العلوم التي قاموا بسرقتها والتعتيم عليها لاستخدامها في الشر والسيطرة وكذلك علوم الشياطين والجن فهذا هو مصدر علومهم تقدر الإشارة إلا أن مصدر علوم الشياطين والجن هي علوم الأنبياء وأولياء الله فالشياطين تصرق هذه العلوم ومن سم تنسبها لنفسها وهذا لكي يخدعوا أتباعهم ويهموهم أنهم علماء بهذا الكون وبالتالي لهم السيطرة عليه وحينئذن وعندما نبحث في هوليود ونفتش عن الأفلام التي تتحدث عن البوابة النجمية والصفر عبر الزمن نجد أفلام بالمئات والآلاف التي تتطفق على نفس النظرية بل في نفس الآلية والعملية ومن مختلف المخرجين والممثلين ومن حقب مختلفة هناك إشارات خفية عن الصفر عبر البوابة المائية وهي أشهر أنواع البوابات النجمية ولكن دعونا نوضح ما هي البوابات المائية هي البوابة النجمية فالماء هو طريقة للانتقال عبر الزمن والمكان ولا تتعجب من هذا فلقد جعل من الماء كل شيء حي ولكن بالتطرق لموضوع البوابات المائية فإنه نستطيع أن نستكشف الحقيقة ونظهر الخفي هناك أماكن في الماء عند الدخول بها والسقوط فيها تجد نفسك في أرض أخرى ربما في مكتبة عامة أو طريق مقتص بالناس أو مزرعة وغيرها الكثير فتنقلك لعالم ومكان وزمان مختلف ولكن كيف لنا للوصول لها وهنا يكمن السر إن كانت البوابة مائية أو نجمية ليس هذا المسير لإهتمام فقط بل هناك أمور أخرى ودلاء الأكبر تدل على صحة هذه النظرية وهي ارتباط البوابة النجمية بالماء والموجات الكهرومغناطيسية وسنسترسل بشكل أوسع بموضوع البوابة الرؤية التي يستخدمها المشاوزين وأغلب الناس المهتمين بهذا الأمر فهو خطير جدا وسنوضح مكامل الخطر فيه ليتجنبه الناس والوقوع في فخ فتح الشكرات الذي أصبح يروج لها كثيرا هذه الفترة يجب أن نفرق بين فتح الشكرات وفتح البصيرة عندما تفتح البصيرة باستخدام الشكرات يكون الإنسان معرض لهجوم الجن والشياطين أما فتح البصيرة فيتم بطرق أخرى وهي التقرب لله أولا والموظبة على أدعية وقراءة آيات خاصة لن ندخل بها الآن لأن ما يهمنا موضوع البوابات ولقد أوضح ماسترال في كتابه أن هناك نوعان من البوابات ينفذ منها الشياطين هما بوابات الجسد وبوابات الأرض بوابات الجسد تمكن الشياطين من التفاعل والتحكم بالبشر والتقس الأساسي المستخدم لذلك في الغالب هو التقمص أي التلبس الذي يحدث بجلسات تحضير الأرواح أو الشياطين حيث يقوم الوسيط بالحديث بلسان الروح المتقمسة له الشيطان الذي يتم تحضيره ويتم من خلالها إعطاء الاستشارات والأوامر وتعتبر التضحية بالدماء والتلاصم والموسيقى الصاخبة والمخدرات والتأمل الفكري الخاص من الوسائل التي تمنح الممارس مستوى أعلى من الارتباط والاتصال بالشياطين وبالتالي يدبحها تمتعه بقوة روحية أكبر وهذه القوى الروحية ما هي إلا حيال سحرية تقليدية للعرافة أو التنبؤ والكهانة ومنها التخاطر ولأن موضوع التخاطر هو شيء ثاني لكن في نوع من فتح البوابات الجسدية الفكرية بين المرسل والمتلق وإشعال النار وتحريك الأشياء بالزهن وغيرها وهذه القدرات ليست تطوير ذاتي للفرد وقدراته كما يوحي هؤلاء الشياطين لممارسي هذه التقوص وإنما هي مجرد أفعال تقوم بها الشياطين لتبدو وكأن الشخص قد طور قدراته وقواه الروحية وتظهر هذه القوى بوضوح عند ممارسة تقوص سحر الكابلاء وتعاليم ومعتقدات الشكرات وإيقاظ روح الكندليني روح شيطانية خالصة ففي الحقيقة هذه الممارسات السحرية تقوم بفتح بوابات الجسد لتحقيق الاستحواز الشيطاني على الإنسان والأدباع الذين أحرازوا تقدما في هذا العلم يستطيعون ترك أجسادهم ويمارسون الإسقاط النجمي وقد تكلمنا سابقا عن مخاطره حيث يهمون بأرواحهم حول أجسادهم المسترخية وفي هذه الحالة هم يستطيعون أيضا التواصل مع الأرواح الشيطانية في البعد النجمي وهو عالم الجن والأرواح الشيطانية وزيارتهم في عالمهم إن السقوط في بعد مختلف فكرة قديمة حاول من خلالها الفلاسفة ثم علماء الفيزياء تفسير حوادث الاختفاء الغامضة ولفهم هذه الفكرة بطريقة مبسطة نشير إلى أن حياتنا العادية تحكمها سلاسة أبعاد رئيسية هي المكان والزمان والجسم ذاته أضف لهذا أن انحصار حواسنا في نطاق معين يمنعنا من إدراك أي عوالم أخرى قد تختلف عن عالمنا المادي المألوف فأبصارنا وأسمعنا مثلا لا تدركان سوى نطاق ضيق مما يحدث حولنا لهذا السبب نعجز مثلا عن رؤية الجان أو سماع أصواتهم لاختلاف الأبعاد وقصور الحواس كالنظر عن رؤيتهم أو حاسة السمع لسمعهم في حين قد طرهم وتسمعهم مخلوقات أخرى غيرنا كما جاء في الحديث عن نهيق الحمار وصياح الديك ولكن هذا لا ينفي أن البعض منه قد يكون جسد وروحه قد وصل إلى حد معين مكتملا مع قوة معينة بالعقل ويستطيع أن يرى ويتعامل مع الجن ومع الملائكة وغيرهم من مخلوقات الله هناك أماكن ومباني أنشئت لتكون أيقونة نجمية عند المتنورون والتي سنتناول شرحها لاحقا وكيف أن مبنى البنتاجون نفسه مصمم عليها وكذلك محافل المتنورون في العالم وغيرها من المراكز الأساسية ومراكز الطاقة المنتشرة على الأرض العجيب أكثر هو وجود نصوص سومرية مسمارية وهيروغليفية قديمة تتحدث عن مسارف فضائية مشابهة تدعى بوابات النجوم وتشير هذه النصوص إلى أن الحكماء بنوا على الأرض بوابة استعملوها للسفر إلى الكواكب البعيدة والعودة منها بعد وقت قصير الآن عندما نتحدث عن ما يسمى بوابات النجوم فما الحقيقة التي نتحدث عنها بوابات النجوم هي بوابات تفتح أبعادا مكانية أو زمانية أو روحانية بمعنى طلاق أجناس أخرى ليست في أبعادنا السلاسية المدركة بحواسنا وزمننا السابت قد تكون هذه البوابات في الفضاء ويمكن من خلالها المرور مما قد أطلق عليه مسارات دودية نعبر من خلالها طيات في نسيج الزمكان وبسرعة عامة ذلك يشمل المرور من سقب أسود إلى سقب أبيض في المخرج منه وهذا أمر يتطلب طاقة عالية وتوسط لها بل ورصدتها الحضارات القديمة وسجل ذلك في حضارات سومر وبابل والفراعنة أما البوابات النجمية الأرضية فهي مواقع على الأرض تدعى نقاط دوامية وذلك بسبب الكم الهائل من الطاقة المحفوظة المتمركزة في تلك النقطة وتوجد هذه النقاط أساسا في تقاطع ما يسمى خطوط الرعي وتلك النقاط الدوامية منها ما هو أساسي ومنها ما هو فرعي ولذي حدث هو أن النخبة قامت ببناء عدة صلوح على تلك النقاط وبما أن النخبة الشيطانية تؤمن بأن إبليس هو إلهها الحقيقي فعلى الأرجح أنه لن يصعب عليك تحديد نوع الطاقة المتداولة عندهم ولا أنواع الكائنات المستحضرة عبر هذه الشعائر الشيطانية الجالبة للطاقة السلبية كما يمكن فتح بوابات نجمية بطريقة أخرى بعضها خير وكان معلوم لدى علماء المسلمين ومنها ما هو عن طريق ما سمي به الرياضات الروحانية ومنها ما هو الشر عن طريق تقوص سحرية شيطانية عمتا ما ينخدع بها الكثيرين وتكون مدخل لأخطار كبرى كما يمكن حدوث بوابات وقتية عن وقوع كارثة ما مثل التفجيرات النووية ومثل حوادث القتل البشع التي تفجر في المكان طاقة سلبية قد تكون قادرة على فتح بوابة لاستجلاب الشياطين من هذا نخلص بصورة مبسطة أن نوع الطاقة والهدف منها هو ما يحدد عواقف فتح هذه البوابات على الأرض ولكن في النهاية فإن طي الزمان والمكان وإن لم تكن له قاعدة أو نظرية تحكمه إلا أنه بات سابتا وواقعا نعيشه من قصص حدثت فعليا تدلل على إمكانيات السفر عبر الزمن وطي الزمان والمكان في لحظات قصيرة وهناك آلاف القصص الموثقة في تاريخنا العربي عن طي الزمان والمكان لأولياء الله الصالحين وهو ما عرف بالكرامات وكيف انتقلوا بأجسادهم من مكان إلى آخر أو كيف شهدوا في عدة أماكن في لحظات وأوقات مشابهة كرامة لهم لسموهم الروحي والديني وشكرا